اشتركوا في القناة اشتركين دور المركز الامني انا في الزرقة كنت مدير شرطة اقول لرؤساء المراجل الامنية ذوي الاسبقيات اذا اجي مشتكي حطوه مشتكي عليه والشخص الاخر اللي معه تقرير طبي يحطوه مشتكي المحترم وكانت تتروح مع قضايا للمحكمة بهذه الطريقة لان انا ازعر احطه مع واحد محترم راح ضرب حاله موس او خلى واحد يضرب حاله مشان جيب تقرير طبي ويذل لهذا الشخص فهي مشكلة كمان انا ازمة كبيرة في موضوع التعامل مع التقرير الطبية لانها بتحطه اثنين نفس كف سيدي يفرق ايدو هيك بيجيب تقرير طبي بصير مشتكي مشتكي عليه وهذاك مشتكي عليه اثنين مشتكي عليه اللي مفتوح وجهه مشتكي عليه وهذا مشتكي عليه هذا الزلم ودي يحترم عن نفسه مشان ما ينزل على المحاكم وهذا الازعر موسى اللي هنم يتعود على السجن هاي بدها انتباه حقيقة يعني رؤساء المراكز الامنية المدعي العام النقطة الثانية التكرار تكرار في القضايا المكرر تغلط عقوبته في القانون المكرر تغلط عقوبته فالمركز الامني ودي اسبقياته اللي انحكم فيها مع القضية القاضي لا يمكن انه يتنازل عن العقوبة القصوة في هذا الجانب فاحنا لازم سيدي نضع خطط استراتيجية جهاز الامن العام لمتابعة تأولاء الاشخاص النقطة الثانية اعادة النظر وتعديل القوانين وان تعدل القوانين ويكون فيه هناك شراكة من قبل جهاز الامن العام لانه هم اللي في الميدان هم اللي بنفذوا هم اللي بيعانوا في هذا الجانب وقصة اقعد اسبوع اسبوعين في الدار وبتهد القصة هذا لا انا مش معاها سيد هاجدها استمرارية حتى نسيطر على الوضع نحط ونعرف وين مصيرهم ونعرف مصيرهم ونتابعهم ما بعد كمان وفيش ما بعد المكرر مئة وسبعين مرة احنا تقول فيش ما بعد أنا بقول في نوعية منهم سيدة هذول تصفيه صفيه نصفيه في الأردن صفيه في الأردن وين صفيه سيدة يعني رجال الأمن العام يعني يكون عندهم الصلاحيات في مثل هاي مثل هيك نوعيات اما مش انا كرجل الأمن العام اذا انضرب ازعر اقع انا ويقع اهلي في مشكلة واروح اخذ عطاوي وجهات عطاوي لا انا لازم اكون محمي بالقانون محمي من قبل جهاز الأمن العام جهاز الأمن العام يحميني كرجل الأمن العام مشان اطلع انا على تنفيذ الواجب برغبة وبقوة وبمعنوية عالية حتى احمي أمن البلد ومسنوذ ظهري ومسنوذ ظهري سؤال ارجوك تقول لي انه كلامي غلط البعض يقول انه بعض التجار كان مرتاح بوجود هذول الزعران كان يدفع له الخمسين ليرة ولا عشرين ليرة ولا ثلاثين ليرة ولا ايا كان يكون المبلغ بالشهر وازعر بيحميه من باقي الزعران صحيح غير صحيح فيه منه فيه منه اه فيه منه فيه عندك محلات تجارية فيه عندك نوادي ليلية فيه عندك اكثر من جهة تدفع لهم هذول محارات مقسمين احياء مقسمين شوارع مقسمين شوف هي كمشكلة الآن الله يطول عمر جلالك سيدنا سيدنا وضع ايده على الوجع ووجه بهذا الاتجاه الآن دور الحكومة دور جهاز الامن العام دور القضاء دور المواطنين في هذا الجانب انه كنا نتكاتف لمكافحة هذه المشكلة ونوقف كلياتنا مع بعض يد وحدي في سبيل التصدي لهذه الظاهرة او لهؤلاء الخارجين عن القانون اشترك في القناة اشتركوا في القناة